موسيقى هيئة نزهة الاتحادية توجه مجهرها على المسؤولين الهاربين إلى خارج العراق حيث تمكنت من استرداد أحد المتهمين السابقين في وزارة الصحة مبينة أن المتهم كان يشغل منصب مديرا للقسم المالي في الدائرة المالية والقانونية تسبب بأضرار بالمال العام تقدر قيمته بستة مليارات يعني أعتقد استرداد مسؤولة سابقة في وزارة الصحة متهمة باختلاص ستة مليارات أعتقد هذه سابقة جيدة من قبل الحكومة أعتقد هي مكملة لعمليات أخرى سبقتها باسترداد مطلوبين اختلسوا المال العام وهربوا خارج العراق ونتمنى أن تكون هناك حملات أخرى لمطلوبين آخرين قاموا بتهريب المال العراقي أو المال العام إلى خارج العراق على مدار الأعوام الماضية شهد العراق تفشيا للفساد في جميع مفاصل الدولة أدى لهدر واختلاس أكثر من أربعمائة مليار دولار مراقبون في الشان السياسية يجب على الحكومة تطبيق قانون صندوق استرداد الأموال المنهوبة وأصرف الأموال المستردة على المشاريع البنى التحتية في المناطق الفقيرة من أجل تشجيع المجتمع على الانخراط بعملية مكافحة الفساد يجب على الدولة أن يتفعل قانون استرداد الأموال المهربة لأن هذا الموضوع مهم جدا من ناحية الاقتصادية ومن ناحية السياسية للبلد حيث هذا الموضوع من شأنه يزيد الخدمات داخل البلد تحسين المعيشة للمواطنين القضاء على الفاسدين هذه المواضيع هي جدا أساسية لتطوير البلد بالمرحلة الاتقالية القادمة البلد بحاجة لهذه الأموال البلد يمر بأوضاع صعبة الميزانية تواجه صعوبة بهذه الأموال تصير بها عجز فهذا استرداد هذه الأموال سيرفع هذا العجز سيعزز هذه الميزانية ويجعلها أفضل من السابق ويرى مختصون أن الجهود التي تفذلها هيئة النزاهة في مكافحة الفساد تعد خطوة مهمة مؤكدين ضرورة التواصل وعقد الاتفاقية مع دول العالم لإستعادة الأموال المهربة واسترداد المطلوبين بتهم الفساد من بغداد شايبانسامي الأيام الفضائية أهلا بكم تعد قضايا الفساد المالي والإداري من أبرز التحديات التي تواجه معظم الدول على حد سوى والعراق ليس استثناء من ذلك ففي السنتين الأخيرتين شهد العراق تصاعدا ملحوظا في جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتعقب المسؤولين الهاربين المتورطين في سرقة الأموال العامة وتعتبر هذه الجهود خطوة هامة نحو استعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات حكومية في هذا السياق أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من استرداد أحد المسؤولين السابقين في وزارة الصحة من جمهورية بيلاروسيا هذه المسؤولة الهاربة تسببت بإضرار في المال العام يقدر بستة ونص مليار دينار حيث تورطت بالاشتراك والاتفاق مع مدانين آخرين في إحداث الضرر العمدي بأموال الجهة التي يعملون فيها عبر اعتماد قوائم مزورة لحمايات وهميين في وزارة الصحة وأصرف رواتبهم دون مراعاة التعليمات والضوابط الخاصة بالصرف أهلا بكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أجمل ترحيب ورحب بضيفي في الستوديو الناشط في مجال مكافحة الفساد الأستاذ سعيد ياسين مرحبا بجنب أهلا وسهلا ومرحبا بداية نتحدث عن جهود الحكومة وتوجهها لاستعادة الهاربين والأموال المهربة إلى خارج العراق الخطوات لإنجاح هذا الموضوع المهم جدا تأثير هذا الموضوع وأيضا ما هي الطرق طرق استعادة الهاربين وحتى الأموال المهربة خارج العراق بسم الله الرحمن الرحيم نحن عندنا الفساد في العراق هذه المؤشرات إيجابية اللي أشرتها نعم هي تصرفات الحكومة يتعتبر وقائية هيئة النزاجات الرقابية منفاذ القانون إجراءات الحكومة ولكن التحدي كبير يعني لماذا التحدي كبير؟ بسبب بأن الفساد نحتاج به إلى إرادة سياسية في حين الفساد هو سياسي يعني نأتيه من الأخير بدون مجامل بالإضافة إلى تراكمات عشرين سنة أحسنت لا تراكمات بعد عندنا أكبر يعني ما قبل 2003 وإذا هذا يتعلق بلف استرداد الأموال انتشار الرشوة الابتزاز هذا لحد لا منستمر من قبل 2003 عموما فهذه المؤشرات ابتداء من البرنامج الحكومي انتهاء إلى اليوم اللي كان حقيقة كان تحدي كبير بوجه كل الحكومات هي مسألة الحكومات المحلية وإدماجها في عملية تعزيز النزام ومكافحة الفساد لأن كان يعني أنا شاهد على جزء من هذا التحدي هناك حكومة مشاريع اتحادية يعني ضمن تنمية الأقاليم وهناك تصرفات ومشاريع محلية وفي الغالب متلكة لم تكن وهمية هذا الجانب وهذا أثر على يعني تخلف البنى التحتية عند الصرف الصحي والصالح لشروب جانب البيئة الكهرباء الطرق والجسور هذه كلها في المحافظات انتشار العشوائيات نتيجة استخدام النفوذ المسلح خارج القانون وهذه كلها انتبهتها الحكومة اليوم كان واضح يعني بخصوص الحكومات المحلية وقبلها بيومين كان قرار جدا مهم قبل اسبوع تقريبا عفو عادت هيكلة المؤسسات العامة بمعنى هذه الوزارات والمؤسسات وتشكيلاتها تعاد هيكلتها وهذا ايضا موضوع موسهل يعني هذا الجانب مرورا بجهود لجنة مكافعة الفساد في انفاذ القانون اللي هي لجنة حكومية بانفاذ ولها درع يعني امني والان جهاز الامن الوطني ايضا ادمج في هذا الموضوع ولذلك بالتالي استاذ العفو تتكلم انه خلايا الفساد شبكات الفساد الاغلب تكون محمية ومسنودة من جهات محينة كيف تستطيع الحكومات ان تقضي على شبكة فساد كاملة متكاملة وتعرفي هذه الشبكات اللي الها تأثير من حالات الفردية مافيات وبرزة عدنا حقيقة جريمة جديدة هي يعني الجرائم العابرة للحدود الوطنية اللي منه تهريب النفوط وتهريب المخدرات غصد الاموال تمويل الارهاب تهريب الاموال بالاضافة للمقتنيات الثمينة الاخرى وهذا احرج العراق ووضعها في القائمة الرمادية مما استوجبت خالد تدابير مهمة جدا من بنق المركزي وبقرار الحكومي من اجل رفع العراق من القائمة الرمادية وايضا تم رفعه من القائمة الرمادية هناك اليات واضحة في تحويلات الاموال ومراقبة لتحويلات الاموال بحيث ما تكون بها غسل اموال وما شابه وهذه اجراءات بها بالداخل واجراءات في التحويلات المالية ناخذ ناخذ الاسباب قبل المعالجات نتحدث عن نسبة كبيرة من الفاسدين خاصة في مواقع مهمة تشوفه يختلس الاموال ورأسبوع ما تلقى يجوز من خلال انه يغيب كم يوم تعرفه ترجع التراقب تشوف انه مختلس لان هناك يا حقيق الفساد السياسي الوظيفة العليا سياسية يعني جاه سياسية ترشح هذا المسؤول لو ذلك بالاضافة ذلك حمايتهم من الملاحقة كما ان القوانين النظام الاداري ومنظومة العقابية تشجع على الافلات من العقاب شون هال فسر لها يعني احنا عدنا المنظومة العقابية غير مكتملة هناك جرائم غير مجرمة ولذلك مجلس القضاء الأعلى مع رئاسة الجمهورية السابق قدموا مشروع قانون عقوبات جديد تم تجريم العقوبات الغير المجرمة مثل شنو هذا اخترها اخترها النفوذ السياسي استغلال النفوذ السياسي التجار بالنفوذ السياسي استثمار النفوذ السياسي حماية المسؤول لعلى للأدنى استغلال النفوذ الإداري من قبل الوزير لكون واضح يعني تدخل تمدد بين السلطات يعني مجلس النواب على وتدخلها بشؤون السلطة التنفيذية وهكذا جرائم احنا هذه ممكن نطبقها بالعراق اليوم نشوف اغلب النواب تشوف بدفايلات يفسر على الوزارات سهلة جدا لأن احنا وفق نظام النزاه الوطني وهناك ثلاث مرتكزات ثلاث أسس النظام النزاه الوطني يعتمد عليها ابتداء توفير الإرادة السياسية والوعي العام والقيم المجتمعية احنا مع الأسف يعني مثلا جريمة الرشوة هذه يعني مستحيلة بأول نقطة خلي نقف توفير الإرادة السياسية من قبل منه من قبل الحكومة من قبل القوى المشكلة إذن الإجراءات المتخبة يعني هي قوة انفاذ القانون وقوة سيادة القانون احنا نحتاج لنركز على سيادة القانون وانفاذ القانون سيادة القانون من خلال السلطة القضائية وانفاذ القانون من قبل السلطة التنفيذية قبل كان القبض كان يسرب ولذلك المطلوب يقولوا له اشلع يتأخر يدزون عليه استقدام وما يلبيه الاستقدام بس المطلوب يشلع قبل لا يحسون به عموما يعني ف أكون طباع طالما هناك يعني ما زال ملف الفساد هو مع الأسف يعني مع الألم يعني متسيد ولذلك كل شيء يصير عندنا انطباع كجمهور كإعلام من حقنا ليش نحن ما مسؤولين عن الإدارات العامة صح ولا مسؤولين عن من رشح هؤلاء ولذلك هذا الجانب يعني وضعت له يعني كحكومة ضمن برنامجها هي إدارة إحنا عندنا المعيار إدارة الوظيفة العامة المؤشرات شون تنحسب تنحسب بعدما السلطة التنفيذية تتخذ إجراءات واضحة في تقييم الأداء اللي مين يجي جزء منها برنامجه نعم وجزء منها تقارير ديوان الرقاب المالية ولذلك كان هناك تقييم أداء للمدراء العامين أسهل لم يشمل كل يعني الدوائر والمؤسسات يعني كل الدرجات ولكن شمل كثير من المؤسسات أعفيها من أعفيه ثبتها من ثبت وعينها من عين وفق المعادلة الجديدة الجزء الآخر بإدارة الوظيفة العامة هي إحياء مجلس الخدمة ويكون التقديم ملكتروني بعد ما يكون واحد يروح عن نائب الفلاني والسياسي الفلاني حتى يتعين ويأخذ فرصة آخرين فنشوف أكم مجموعة أسئلة مجموعة معايير والجهاز هو اللي تحتشراف هذا هذه قللت هذه كلها تقلل بس المدير عام من يعينها وكي الوزير من يعينها فهذا فجانب التقيم يفترض وهذا المدير عام اللي عينها ما رح يحميه طبعا يحمي لا بعد أكثر أحنا كان قبل يوم أمس يعني انتهى الملتقى الدولي لبناء استراتيجيات تبني استراتيجيات عربية لمكافحة الفساد اشتركت به يعني الشبكة العربية لتعزيز النزاو ومكافحة الفساد واشتركوا به خبراء ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وما شابه وخبراء ومجتمع مدني ودعاء نعم وبرلمانيين بهم حضرة وعن برلمان كان التحدي هو الجانب القانوني الجانب القانوني هي التشريعات اللي تلبي متطلبات لاتفاقية مكافحة الفساد واحدة من المحاور اللي تم طرحها تشريع قوانين لحماية الفاسدين نعم بشكل غير مباشر فعد ما تتمنى جهة تشريع قانون عقود بدون تلبية المتطلبات بمعنى هناك سيكون استحواذ على العقود والمشتريات العامة زين ويكون على أساس فلات من العقاب جزء منها تضخم الأسعار جزء منها التضخم الأسعار ناهيك على عملية تحليل هذا فساد بشكل رسمي ومحمي محمي وفق القانون وذلك عندنا تعليمات وكل الحكومات خولت المحافظين خولت الوزراء بين يحيلون العقود الحكومة عندها أموال وين تنطيها؟ تنطي جزء من راتب قد نزدواج بالرواتب وجزء عندنا العقود والمشاريع الاستثمارية يعني أكو جانب تشغيلي وجانب الموازنة الاستثمارية الجانب التشغيلي بجمتين جنب الرواتب وجنبه مشتريات المشتريات علي شبهات فساد وعليه تضخم أموال والعقود هذه المشتريات الجيهات الرقابية تقدر تديني أكو عشرات فساد تبقى أثر أهنى مدخلات هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية كهيئة نزاهة مدخلات أولا إخبار المواطنين إخبار المواطنين القسم الثاني المورد الثاني هي تقارير ديوان الرقابة المالية في تقييم الأداء وعلى الحكومة والمؤسسات أن يقومون الأداء ويرد ترجع عملية التقييم مرة ثانية مع الأسف المؤسسات يهملون هذا الشيء ليش؟ لأن الوزير قائد سياسي أو الوزير مسنود من كتلة سياسية حتى الاستجواب مالا يعني محمية ما حد يقدر يستجواب إحنا نكون واضحين إحنا من نأشر هل نعمم؟ إيه وإذا كل وزارة تاب على الجهة فإذا نقل الوزراء المحمية كل الموزراء العامين يقولنا تجيب صاحبنا نجيب صاحبكم يعني وحده بوحده أيضا حتى محاصصة بالمسائلة عموماً ولكن عندما هاي شونت أنت نجيب صاحبنا نجيب صاحبكم هنا تقول هاي شونت حاسب فاسد أنا أشعر الآن يعني من بعد 2019 هناك 40 ملف طرح في حكومة السيد عادل عبد المهدي وكان العمل عليها والآن نفس الملفات يتم العمل عليها لأنها جوهرية لأنها جوهرية وتم اختيارها وفق رؤية إصطلاح صحيحة يعني يأتي من من هو ذا الخبرة يعني هذا الجانب الجانب الآخر هذه الملفات قبل نروح الجانب الآخر تمس جهات معينة مساس مباشر لا مجهات معينة الآن طالما عندنا منظومة بسمها سلطة سلطة تنفيذية سلطة تشريعية سلطة قضائية جهات رقابية ما شابه نحن ننظر عليهم ذولة يعني هاي السلطات ننظر عليهم باكج واحد أسه مثلاً القضاء يقول الآن القانون ما يسمح لي أنطيك جانب شنون يتم تعويق القضاء قضية تفتح أسه إذا كان بالإخبار أو نتيجة تقليل ديوان رقابة المالية هناك مخالفات مالية أو هناك إخبار يتم التحري والتدقيق ومن ثم يصير تحقيق يسوون استقدام ما يلبون الاستقدام هناك من لا يلب الاستقدام أو هناك من يلب الاستقدام يصير تحقيق كامل تحال ملف يكيف قانوناً إنحال ملف التحقيق إلى قاضي التحقيق قاضي التحقيق يحتاج تحقيق إداري يبعث على المؤسسة نفسه لهذا الموظف مدير عام وكي الوزير وزيئة حين هذه المؤسسة هذه الوزارة هنا التعويق وين يصير بالوزارة بالتحقيق الإداري لأن الوزير يحاول من له سلطة ليس شرط الوزير من له سلطة يعيق التحقيق فتشوف يوجد قضايا ما محسومة عند القضاء لأنقاض التحقيق لتحقيق العدالة يجب أن يسأل الجهة الإدارية للمتضررة يعني نقول الوزارسين الوزارسين تضررت أموال تضررت سمعة تضررت زمن تضررت وهدر مال عام اعتداء على المال العام تجاوز الصلاحيات اختلاص رشوة أي جريمة تقولها يعني يكون وصفها فمن يرجع التحقيق الإداري لقاف التحقيق تكتمل ويحال إلى محكمة الموضوع هنا التعويق وين يصير بالإدارة نتيجة استخدام النفوذ السياسي يقولون لأش لا من يصير عني الأمر القاقب نجرد أن تدفن التحركات ولذلك أنت فاسد محمي ولذلك المؤشر اللي بهذه الحكومة شكلت عادة تشكيل لأنه كان لغاء مكاتل المفتشين في 2019 كانت بإرادة منزيهة حقيقة يعني أتحمل نصولية كلامي حتى لا يصير عليكم شي كان إلغاء مكاتل المفتشين كانت بإرادة يعني كان بإرادة غير نزيهة كثير من الفاسدين تنفسوا لأنه كان من رغم الأداء اللي موجود كنا ننتقد كنا كذا ولكن أصبح نوع من الفلتان الآن يعني هناك مشاريع يعني قبل ساعة جاني إخبار بأنه أكون مشاريع يعني يمطون بالمليارات من أجل أن يحصلون هذا العقد وأني راح أحول الجهة المختصة يعني أكون واضح يعني عموما فالحكومة شتخذت إجراء كبديل بدت تعمل على تأسيس مكاتب الرقابة الداخلية أي عقد يحال أي تحليل يحال أي عمل تصرف مالي من مهمة هذه المديريات الرقابة الداخلية فنيا ارتباطها برئيس الوزراء إداريا بالوزارة فإذن أعمالها وحتى لهم مخصصات خطورة وما شابه مثل الجهات الرقابية وأدها علاقة مع هذه المديريات إلى علاقة بالجانب الوقائي كهيئة نزاهة وتحقيقاتها وما شابه إلى علاقة بتنفيذ التقييم لديوان الرقابة المالية هذا الجانب والتدقيق المالي وبالإضافة إلى التصرفات في تعزيز النزاهة ضمن المؤسسة بمعنى هذه المكاتب سيكون لها دور فعال من أجل ننتظر أن نتباشر هذه المكاتب لعنى بالأخير نرصد إن شاء الله سعيد باسمحلي بالدقائق الأخيرة بس هي كإجراءات بمعنى هذه إجراءات صائعة نتحدث عن موضوع الفاسدين اللي يهربون إلى خارج العراق والأموال تهرب إلى الخارج وليش إلى الخارج لدينا فاسدين راحوا لقليم كردستان نعم وهو محمل أنا أقول شنو المعوقات اللي تمنع الحكومة من أنه نستردل الهارب والأموال المهربة سواء كانت في الإقليم أو خارج العراق كلام سليم أحنا عدنا ملف الاسترداد بجمتين الجنبة الأولى استرداد المطلوبين حتى تستكمل يصبح قضاء حكمبات حتى بعدين تبني قضية بعدين نذهب على الأموال مزيد نشوفها في الداخل عدنا الأموال الجنبة الثانية الأموال استرداد الأموال جزء منها بالداخل جزء منها بالخارج مهربة أصول مهربة الجزء بالداخل بالإمكان يعني استردادها الجزء اللي بالخارج هي أصول عندما هربت هي أصول أموال زيان عندما عملت وإدمجت فيه اقتصاديات دول وأخذت دورتها في العملية الاقتصادية ما حصل لها صار لها إرادات بهذه الأموال يعني إرادات أموال الفساد وحتى نفكك ما لدي أطيل عليكم ونستفاده من الوقت يعني في مرة كانت في مؤتمر دول الأطراف في البرازيل كان عندهم مشكلة بأنه البرازيل دولة اتحادية شابهنا بالبداية فكان الفاسد يهرب من هذا الأقليم إلى هذا الأقليم يفلت من العقاب بعد ما حالي إلى آخر الآن البرازيل سيطروا كتجربة نموذجية مشابه لنا احنا عدنا في انفاذ القانون هناك يعني عمل وتصرف جدي يعني ما معقول الدول العالم يجيب لك يسلمون مطلوبين وعدك بالأقليم ما يسلمون هذا هذا المشكلة لا احنا شم حالة 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 لا أنا أتحدث أقول الاتفاقيات بروتوكولات دولية لا بشكل عام القضاء العراقي له ولاية قضائية اقليمية على العراق يعني الاقليم الجغرافية هذا بما فيه اقليم كردستان وهناك يعني جانب مشترك بين هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة النزاهة المحلية في الاقليم وهكذا في القضاء وحتى في المنازعات يلجوني إلى المحكمة الاتحادية في المنازعات يلجوني إلى المحكمة فهي جزء من هيكلية القضاء العراقي أعتقد تحديها زينوان المشكلة بالتنفيذ مو الكثير من المطلوبين لا تحدي ما لمن الممكن حلة يعني هذا سهل أحنا عندنا مشكلة بالخارج يعني أنت تقدر تحجز أموال بالأخني رس تقدر تحجز أموال في المملكة المتحدة كيف هي ثلاث مراحل تجميد أموال حجز أموال استرداد أموال نعم نحن بهذا العمل نحتاج إلى نحلل البيئة القضائية لهذه الدول هنا نوصل إلى الحاجة إلى المساعدة القانونية الدولية بدايتها كان هناك اتفاقيات ثنائية ولكن يوم أمس يعني خلال ثلاثة أيام هناك تبني لأكثر من 12 دولة أن يكون هناك تبادل المساعدة القانونية بأناتهم ممتاز ممتاز فهذه العملية راح تساعد لأن هناك هي فجوات كبيرة هذا الجانب أحيي لك وأحيي للجمهور بأن الفاسدين متقدمين خطوة لديهم الخبراء ويعرفون الفراغات في القوانين والأنظمة والتعليمات وما شابه كذا أحنا التحدي الكبير أحنا هذا الجانب القضائي هذه تخص السلطات تشريعية قرون القوانين ذات جودة ومنع الفساد في تشريع القوانين التحدي المهم شنو عندنا سيد المقر عندنا التحدي الكبير هي في جريمة الرشوة في القطاع العام علينا احتوار حلقة كاملة جاهزنا على الوقت ناشط في مجال مكافحة الفساد الاستاذ سعيد ياسين أشكرك جزيلا شكر على المتابعة شكرا لك إذن مشاهدين ملفنا الثاني تواجه حاليا الخطوات نحو تغيير اللوحات المرورية الجديدة جدلا واسعا حيث عبر عدد كبير من المواطنين عن استياءهم من التصاميم الجديدة من أرقام أو اللوحات المرورية معتبرين أن هذا التغيير يمثل هدرا للمال العام دون تحقيق فوائد ملموسة نتابع رأي المواطنين الذين تحدثوا لحصاد الأيام المفروض المفروض تكون يعني ما يكون تبديل اللوحات المرورية بأوقات متقاربة يعني هذا عبء على المواطن وتعرف نحن المراجعات مالتنا يعني لما أنا عندي سيارة أروح أبدل الرقام ويأخذ وقت من عندي وإجراءات طويلة لو كانت الإجراءات بسيطة يعني ما يكون مشكلة بس أنا أعتقد بالوقت الحاضر يعني المفروض ما يصير تبديل اللوحات المرورية المفروض أنه تبقى الآن اللوحات الأخيرة التي قبل فترة معينة تبدلت وهذا يعني أشوف تجربة لأول مرة سير بالعراق كانت تجارب سابقة قبل 2003 كانت اللوحات المرورية تطبع في دارة المرور العامة وكان ما عندنا أي مشكلة حقيقة هذه المشكلة أنا شوفها استحدثت بعد سقوط النظام وأنا شوفها خطوة صحيحة وما بيها هدر من العام بالعكس أنا شوفها خطوة إيجابية وإن شاء الله تتكلل تجربة نجاح نعم هدر من العام يعني مو جيدة مو صراحة المواطن المواطن من يلا من يجيب سهل ولا يا عم نكسرها لتلاثين واحد سبت وزقاد يعني تكلف بالمليارات ونسوا ونسوا وتقدموا للشعب قاضي بس على السائق المواطن الفقر اللي طال على باب الله صراحة أنا يعني ضد هو بع هو من ناحية أنه العراق بدت هوا يدي يتطور هوا يدي يتحسن وهذا الشيء نحن فرحانين به أنا كمهاجرة صالي 21 سنة بألمانيا فأشوف حلو بس أكو أمور واحد ينتقذ ليش لأنه كشعب كعراق كدولة غنية مليانة نفط وخيرات المفروض هي تطيل الشعب يعني مثلا أكو ناس يعني عندهم سيارات فقرهم يعني عندهم شغل شون شي سموها سلف ما أخذين سلف وما أخذين هواية شغلات على مود يشتغلون بسيارة تاكسي هذا همين هيأخذون من عندها فلوس أنا أشوفها صعبة لا الحكومة لازم شوية ساعد المواطن مثلا يأخذون أموار رمزية مثلا عشرة أقل من عشرة على مود الناس تواف وأني دائما أقول ما يقارنون الفقير بالغني أكو ناس طبقة غنية كلش اللي عايشين يمكن بالخيال زين ذول أوكي يأخذون من عندهم فلوس زين بس آني أقول كل شعاء كل شخ الحكومة لازم تأخذ من الفقير شي ومن الغني شي ما كو ما يصير بيجون يقارنون الفقير بالغني إذن مشاهدين محور الحديث في ملفنا الثاني سيكون مع المقدم حيذر شاكر سياغ المقدم مرحبا بنبي جنابل أهلا وسهلا بك أخي محمد وعلى جميع مشاهديك العائزة أهلا بحضرتك بداية نتحدث عن ما تحدثوا بالمواطنين في التقرير البعض يشوفها خطوة حلوة وان يريد غير رقم والثلاثين اللف موفد رقم مؤثر موضوع اختياري البعض يقول لك لا تمرور يومية طال عنا بسالفة وثلاثين اللف واربعين اللف وخمسين اللف وفارضها علينا شنو موضوع اللوحات المرورية شنو الإجراءات إجبارية اختيارية والتفاصيل عدة اتفاقيات دولية حددت مدد لتغيير اللوحات وبيانات المركبات بصورة عامة في بغداد وبقية المحافظات سابقا كنا نستورد اللوحات المرورية من دول اللي هي ألمانيا من دولة ألمانيا نستورد هذه اللوحات حاليا قمنا نصنع هذه اللوحات في العراق يعني هاي سابقة للأحسن هاي صار تقريبا سنة يمكن نعم باشرنا بها يوم الأحد اللي كانت الطباعة بدينا بإنتاج اللوحات المرورية البليتة كنا نستوردها وين استوردها من ألمانيا وطبعوها بالعراق نطبعها في مواقع تسجيل مركبات وإجازات السيارة هاي قمنا نصنع البليتة هاي احنا نصنع اللوحة المرورية بشكل عام ونطبعها كذلك في دوار المديرية نحن يعني في مديرية المرورة العامة نحو الأحسن نحو تغيير اللوحات بشكل عام تكون لوحات دولية تقدر أنت بمركبتك تخرج بها خارج عراق أغلب دول العالم المجاورة للعراق هاي نقطة مهمة هاي اللوحات الجديدة نعم أقدر أطلع بها خارج عراق بدون ما تتبدل أكيد كل دول المجاورة إلك بالمنطقة مزيلا اللوحاتنا شبيهة لهذه اللوحات اللي احنا دعنا أصنعها حاليا بالتالي ما أبدلها بالحدود بالتالي ما تبدل لوحاتك مثل ما هي هاي وحدة زين المواطن المواطن هسلي التقريرك أنت أنا ما أخذت عندك رسم جديد نفس الرسم 30.000 دينار اللي كنت أخذها سابقة باللوحات ذات الأرقام العربي نفس هاي اللي أخذتها بهذا الرقم الجديد هاي من 30.000 دينار يعني أنت بالحالة يعني محاول السياحة يعني أنا ما دينا ما كلفتك شيء ثلاثة أنا والأهم أنا ما جبرت المواطن نعم الله عليكم نعم الثلاثة والأهم زين أنا ما طيتك أجبار يعني ما قلت لك باتر لازم كل اللوحات اللي بالشارة تتبتل براحتك طيس سقف زمني طويل مفتوح أنه أي مواطن ضيع لوحته سنوية تكون نافدة تسجيل لأول مرة يعني أنت مركبتك تريد تسجيلها لأول مرة سأعطيك الرقم الجديد ممتاز ما اختلف عندك زين ما دام صنعنا البليتة بالعراق وطبعها وكل شيء صار تمام اليوم المواطن يسأل أنا أريد يعني أريد لوحات جديدة قدمت على لوحات وقد تستغرق وقت حد ما استلموني اللوحات شوان الموضوع انتظار بشهر وشهرين صحيح كانت اللوحات تدري أنت كل مادة تستوردها من الخارج تتأخر بينما يصنعوها بينما يجيبوها بينما تدخل للحدود بينما قمارك بين نقل يحتاج لها وقت بينما تتوزع تدخل سيطرة نوعية هاي الأمور كلها لازم تنفوح هاي جاوزناها هاي جاوزناها كل هذا الرواتين كلها راح صار عدي صار عدي معمل لإنتاج اللوحات المرورية داخل مديرية المرور العامة في مديرية هندسة الطرق والعلامات المرورية هذا المعمل ينتج لوحات إنتاجيتها باليوم إنتاجيتها بالشفت الواحد بما يقارن 15 ألف لوحات مديرية المرور العامة تكفي كل المحافظات وبغداد بهذه الانتاجية يعني حد فيض عندنا اللوحات هسا بالوقت الحالي اليوم مواطن تحدم على رقم إنتاجيتها بالشفت الواحد نفس اليوم نفس اليوم سلم لوحات نفس اليوم رح يستلم وسنوية ماكو نفس اليوم ممتاز ما بعد كم يوم رح أروح أسجل لا مو بس هاي نفس اليوم نفس اليوم ده أقول لك نفس اليوم لأنه يعني مثل طريقة المعاملة أصبحت يعني كلها الكتروني يعني تدخل العنصر البشري صار جدا قليل أدنى استخدام تكنولوجيا الحديثة بكل المعاملات المرورية ساعدنا احنا بتقضير روتين بكثير من المعاملات قاعدين نشتغل بها حاليا جيد كان موضوع أنه تنتقل أو تأخذ سيارتك مثلا من العراق تعبر بها إلى إحدى الدول المجاورة يحتاج لك إلى جهاز مرور للسيارة أو فيشة أو معاملة بالحدود هذه باقية لو راح تلغي معرفة الحدود دقائق لأصحاب الدراجات اللي هذا موضوع ممكن يحتاج لوقت أكثر أصحاب الدراجات اليوم يعانون يسألون يشتكون يردون واحد يوصل صوتهم يقول لك ما عندي لوحات مرورية تلزمني ترجعني طلعت لوحات مرورية وكملت وصرفت وقدت تعال سجلها سوت اليوم لوحات عندي دراجتي مرقمة تمنعني أطلع منها سيطرة تمنعني قبل مرورية يمنعني يقول لك روح أشوف لك شارع ثاني وطلع بي إيوان أروحاني مثلا شنو اللي أسوي بقى نطيني حال أسوي حتى أنا أروح أسوي بالتالي أقدر أمشي براحتي بغدار الدراجة النارية في غانوم المرور تعامل معاملة مركبة مزيد يعني أنا كرجل أمن كرجل دولة أعملها معاملة مركبة عليها لأن يلتزم بالتعليمات المرورية بشكل عام مزيد عليها ليلتزم كل القوانين اللي تصدر من مديرية المرور العام يعني لا يخالف لا يضرب إشارة لا يوقف دراجة بوين ما تشان عليها أن يلبس الخوذة الواقية عليها أن يلبس كسارات عليها عليها هواية أمور تسوى ذني بالتالي اليوم ينمنع بالتالي أنا ما أقدر أمنعه إذا أنا مستحيل أمنعه لا عندي قانون يمنعه بالتجوال في شوارع بغداد أو حتى فقط فقط بالطرق السريع أنا منعته خوفا على سلامته وسلامته ممنوع فقط من الطرق السريع أنا خوفا على سلامته لأنه دراجة ما بها تحوطات الأمان الموجودة بالمركبة ممكن أنه يسبب له لا سامح الله هذا الحادث وهذا الحادث في أغلب الأحيان يكون مميت في هذه الطرق أكو سيطرات اليوم تمنع أصحاب الدراجة أنا كدائرة كدائرة مديرة المرور العامة ما فارض على أي دراجة أنه أمنع من أي شارع في شوارع العاصمة بغداد وبالنسبة لل القوة الماسكة للأرض كل يعني كل مكان لخصوصية تدري لدواعي أمنية ممكن أنه يجي ممكن أنه صاحب دراجة مرتكب له مخالفة مرتكب له يا سامح الله فد جريمة في مكان ما يسبب إرباك في هذا المطق أيمو بالتالي يقول لك تعال أنتم من وجهت وموجهتون أن نسوي لوحات مرورية راح تخلونا براحكنا نتجول الدراجة إذا كانت مرقمة في دوائر مديرة المرور العامة نحن في دوائر مديرية المرور العامة نسمحها في التجوال أما إذا لم تكن مرقبة وغير مسجلة في دوائر مديرية المرور العامة لا هنا دوننا حسب القرار الأخير الذي صدر أنه أنا أسحب هذه الدراجة وأحجزها في دوائر مديرية المرور العامة وبالتالي أحلها بعد دعوة قبل غير إلى هيئة القمارق العامة من اتخاذ الإجراءات السورية هذه الدراجات التي تحجز وين يأخذها هذه الجهات محجوزة في قواطع مديرية المرور العامة الدراجات التي بها لوحات مرورية وبالتالي معاملة معاملة المركبة تحجز في دوائر مديرية مديرة الارتكابة مخالفة ممكن أنه ضرب إشارة رجل المرور أنا بهذه الطريقة أنه أحجز هذه الدراجة أو أفرض عليه غرامة معينة معاملة معاملة المركبة زيان تحجز دي مدة 24 ساعة وبعد ذلك يطلق صراحة ذلك أحد الشباب قبل قليل نعرف موضوع حلقتنا اليوم مع جنابك قال صاروا يا حاد قبل يوم وإنه أنا جيت فأبو المرور قال لي أرجع ترى بست عبر سيأخذوها من هنا الدراجة من هو يأخذ الدراجة مثلا إذا أبو المرور قال أشوف لك فرع ثاني أشوف لك فرع ثاني مثلا أبو المرور خلاي عبر أو ما خلا ما منعه بس قال لي قوة من هو الجهة من هو الجهة بهذا الموضوع ما أعرف أنا ما أعرف حالة ما صار قدامي بس إذا أكو قرار بخصوص الدراجات فإحنا الجهة الوحيدة اللي تصدر مثل هكذا قرارات وتعليمات لأنه إحنا الجهة المختصة بتنظيم حرقة السير والمرور في شوارع العاصمة بغداد بشكل عام والله يعني يقول حتى بموضوع البانزين محاربين بي يعني اليوم صاحب الدراجة حتى بالبانزين خانات ما ينطول البانزين إلا يدخل ما أعرف هذا مواليك بس بالتالي يعني المواطن هم يتساءل ويترجع أخي محمد كون بعض التعاونات وتنسيق أخي محمد الأحداث الأخيرة اللي صارت بالبلد من بعض ضعاف النفوس كانت جدا مؤلمة صحيح وأغلب الكاميرات اللي كانت ترصد هذه الأحداث أصحابها أصحاب دراجة جسع أو 90% من الحوادث أصحاب دراجة صحيح زين إحنا كقوات أمنية بصورة عامة من رجل المرور إلى أعلى شيء مثل ما نقول في الدولة إلى جهاز مكافحة الارهاب مثلا شون الإجراء اللي يريد يتخذها إذا دراجة ما مرقمة هنا مخالف لقانون المرور قانون المرور واضح بهذا الموضوع تحجز ما بها أوراق تحجز وتحال بدعوة قبولية إذا دراجة لا مرقمة في هذا الوقت أنا أقدر أصل إلى صاحبه يعني من يرتكب جرب معين يعني ليش مصر على أنه لازم تترقم جميع دراجات إحنا مصررين كنا من زمن بعيد ومن خلال قناتكم أكثر من مرة نوهنا شهرين أخوار أتفرصة بعد لتسجيل الدراجات لا حاليا امتهت يعني الإمام رأي قم بعد خلاص خلي شوف ليس فقط هناك قرار صدر من رأس الجزراء أنه يمنع سيراد الدراجات بشكل عاوض نحط الوقت الانطايتو كان كافي تم تمديدة أكثر من المرازين باقينا دقيقتين أريد نتحدث عن موضوع التوكتوك بعض المناطق نفس هي الدراجات لا 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 بعض المناطق التوكتوك نفس الدراجات ما تتقلل لها التوكتوك لا 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 أجموه قلت لك نحن القوة الماسقة للأرض أنا كدائرة مديرية المرور العام عدي شوارع رئيسية في شوارع العاصمة بغداد بشكل عام أنا أنظم حركة السير والمرور أما في الأزقة لا هذا ليس من اختصاص زوار مديرية المرور العام نعم المقدم حيدر شاكرا شكرا جزيلا شكرا على هذه التفاصيل المهمة شكرا جزيلا لجناطك شكرا جزيلا لك أخبار إذن قبل أن نذهب وإياكم لمجازنا الخبر دعونا نرى أبرز ما جاء في منصة X والتي تصدر بها واسم الإمام الجهات في ذكرى استشهاد أعظم الله جورنا وجوركم بذكرى استشهاد نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ختاما بموجز الأخبار ألاف الزائرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر